انتهى التوتر وبقيت أسبابه في سقطرة فالاتفاق الذي أشرفت عليه لجنة عسكرية سعودية ويمنية لم ينجح حتى الآن في حمل القوات الإماراتية على مغادرة الإرخبيل بقدر ما ضعف من عدد القوات على نحو يبقي التهديد ماثلاً في أكثر مناطق اليمن استقراراً وهدوءاً ما يحدث هنا وفقاً للمراقبين هو قيام السعودية بحرف الاهتمام بالقضية الجوهرية التي تتمحور حول سيادة الدولة اليمنية على أراضيها وذلك بالتغاضي عن الوجود العسكري للتحالف بشقيه الإمارات والسعودي الذي أثار على مدى الأسبوعين الماضيين أزمة وجود بين السلطة الشرعية وهذا التحالف تتحدث الرياض عن جسر جوي سعودي لإغاثة الأرخبيل وتدشين برنامج الإعمار وافتتاح أول مكتب للبرنامج في اليمن في هذا الأرخبيل وفقاً للسفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر الذي بدأ زيارة إلى سقطرة في إطار ما وصفها بإشارة البدء للتدخلات التنموية الطارئة في سقطرة وعدد من المحافظات اليمنية لم تستطع أبو ظبي احتمال العودة المضفرة لرئيس الوزراء دكتور أحمد عبد بن دغر إلى عدن قادماً من محافظة أرخبيل سقطرة بعد أن لحقت الهزيمة المعنوية بالمشروع الإماراتي في الأرخبيل لذا غادر رئيس الوزراء عدن على عجل متوجهاً إلى الرياض للتشاور مع الرئيس عبد ربو مصر هادي وسفراء الدول الراعية للسلام في اليمن وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي بدأ زيارة للعاصمة الأمريكية أكد التزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع في اليمن مع دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ولم يتضمن بيان لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القوم جومبولتون إشارة واضحة لتطورات الوضع في سقطرة الوزير الإمارات ذهب خلال هذا اللقاء إلى توصيف مهمة بلاده في اليمن ليتبين أن أولوياتها تتركز فقط على مكافحة ما أسماه تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتشددة مع الاكتفاء بمواصلة الضغط على من أسمهم المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران توصيف يعزز الاعتقاد بسوء نوايا هذا البلد كما هي نوايا التحالف فيما يتعلق بترتبات الوضع المستقبلي لليمن